شدد وزير الخارجية الروسية سنجيرا لفروف على ضرورة عدم موجود أي تهديد لبلاده قادم من أراضي أوكرانيا وأكد لفروف في مؤتمر صحفي بموسكو أنه مع ضرورة مراعاة المصالح الروسية يجب مراعاة مصالح تحقيق الأمن لعموم أوروبا بما في ذلك أمن أوكرانيا وكان لفروف قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا وأعربا عن استعداد روسيا للتفاوض مؤكدا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا